زمالك أيضاً كان موجود معاه في العربية ودهس أحد أفراد رجال الشرطة نتقدم له أسرته بخالص التعازي قدمناه لسبوع الفاته ولكن مرة تانية بنقدم لهم خالص التعازي وتم القبض على أحمد فتوح وكان معاه في العربية محمد صبحي حارس مرمو نادي الزمالك بدأت إجراءات التحقيقات مع أحمد فتوح نادي الزمالك بعت فريق مستشار القانون لنادي الزمالك حضروا التحقيقات مع أحمد فتوح وتم حالة أحمد فتوح إلى محكمة الجنات يوم الخميس وحيلة محبوساً إلى الجنات أولاً إجراءات التحقيقات سريعة ثم حالة ثم محاكمة عجلة اللي بدأت النهاردة أولاً جلسات في محكمة مطروح وأنا كنت بتكلم مع الأستاذ أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح إنه هو المحامي أحمد وكان موجود في المحكمة النهاردة الأستاذ أشرف عبد العزيز وطبعاً طب خلينا نسمع المحكمة الأول ونسمع أحمد فتوح داخل القفص زي ما حاكم بتشوفوا قدام حضراتكم أهو أحمد فتوح أهو داخل قفص قدام حضراتكم وبحيي زي مننا سامي عبد الراضي بيستحرير تيليجراف لأنهم كانوا موجودين داخل محكمة رئيس المحكمة طبعاً رئيس الدائرة سأل أحمد فتوح على لأن النيابة العامة لما أحالت أحمد فتوح أحالته بأولاً نسبت لي إحراز جوهر الحشيش المخدر يبقى هنا بتكلم بقصد التعاطي ده قرار النيابة العامة قرار الإحالة وأنه تسبب خطأ خطأ في قتل المجنة عليه السيد أحمد السيد وهو يقود عربيته تحت تأثير ذلك المخدر اللي هو الحشيش ده قرار النيابة العامة إحالة أحمد فتوح للمحكمة وأكدت النيابة في قرار الإحالة أنه ثبت تحققات النيابة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جوازت السرعة المقررة قانوناً تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر فصدم المجن عليه حال عبوره الطريق فتناصرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جانبات الطريق وحدثت وفاته كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوزة من المتهم ده قرار النيابة العامة على المادة المخدرة المشار إليها وأنه النيابة العامة استجابة المتهم وتحقيقاً لدفاع أيضاً قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات والذي جزمه وفق السابت بتقرير فحص العينة بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وهو ما أعدته تحريات جهة البحث هنا ده قرار النيابة العامة وبالأحالة اللي أحالتها النيابة العامة المحكمة النهاردة سألت أحمد فتوح قالت له أنت كنت تقود السيارة بسرعة أكتر من القانون سرعة المقررة قانوناً السرعة المقررة دلوقتي على الطريق الدولي الساحلي مئة كيلو كانت مئة وعشرين ولكن من واحد سبعة الواحد أكتوبر سيد وزير الداخلية حدد السرعة مئة كيلو عشان الناس اللي بتجري هو كان يقود بأكتر من السرعة المقررة تبقى لما هو ثابت مش كلامي الكاميرات مصورة وغيره 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 ده رقم واحد سألته المحكمة قال لا تقود بسرعة أكتر قال لا ما كنتش بقود بسرعة أكتر سألته المحكمة هل تعطيتها قال لا ما كنتش بتعاطي الحشيش أو غيره يعني انت ده هست لا يعني كله أجاب بالنفس وده طبعاً محكمة بتسأل أي متهم هذه الأسئلة كمان لأنه ده قرار الإحالة قدام المحكمة الأدلة لديه المحامي سيد أشرف عبد العزيز اللي هو النهاردة كان طلب من المحكمة الإفراج عن أحمد فتوح وقال إنه رجل موجود ورجل معروف ومش هيغرب وله حق وبالتالي المحكمة قررت استمرار حبسه على زمة هذه القضية وحدد الجلسة في شهر سبتمبر القادم طبعاً زي ما حاكوا طبعاً يعني زي ما بقول كده إنه جريمة وهناك حالياً إجراءات بتتم لأتصالح ليس وقته الآن لأنه فيه طبعاً زي ما بقول كده لابد من مراعاة مشاعر أسرة المجن عليه الأسرة فقدوا ابنهم فلازم يبقى لازم نراعي مشاعرهم أولاً ويتم إجراءات أخرى تتم في وقت اللاحق هذا أمر هيتم في وقت اللاحق وزي ما بقول كده إنه ما كانش فيه على مدار الأعلم الماضيه إنه ما كانش ينفع حد يتكلم في أمور وانت لسه ما خدتش العزة يعني فيه أمور إنه احنا ما ينفعش كلام في أي إجراءات تصالح وانت لسه ما خدتش عزة في ابنك أو أخوك أو قريبك واتكلم في الصلح لا خد العزة الأول والدنيا بتهدى والنفوس بتهدى والأسر وبياخدوا يعني يتلقوا واجب العزة وتلقوا واجب العزة إمبارح وبعد كده يبقى فيه لكل حدث الحديث ثاني بقول إنه إجراءات بتتم المحكمة في الجلسة القادمة مؤكد هيكون لي أستاذ أشرف عبد العزيز له كلام له دفاع في المحكمة عنده دفوعه وهو رجل قانوني محترم جدا وعنده خبرة قانونية كبيرة جدا ونعرف أستاذ أشرف عبد العزيز من أكتر من عشرين سنة يعني بقول أكتر من عشرين سنة مش من النهاردة وعرف هذا الرجل يعني خبراته القانونية والقضايا اللي هو بيدخل يعني يتولاه وكان هو أسرة أحمد فتوح هم اللي طلبوا إن يكون أستاذ أشرف عبد العزيز هو المحامي عن أحمد فتوح النهاردة أنا بكلمه سألته قال لي طبعا أسره هي اللي كلفتني وبالتالي كلمته أحمد وشاف أحمد اتكلم مع أحمد فتوح وفي عدد من يعني زملاء أحمد ونجمنا منهم إمام عشور طبقا لي كلام أستاذ أشرف عبد العزيز النهاردة ليا زار أحمد فتوح أيضا مؤمن زكريا زار أحمد فتوح عواد أيضا زار أحمد فتوح سيف جعفر أيضا زار أحمد فتوح كهرباء طلب أن يزور بس كان أحمد اترحل يعني كهرباء كمان طلب من أستاذ أشرف عبد العزيز أنه يرتب لي زيارة لأحمد فتوح ولكن كان تم ترحيل أحمد فتوح إلى معارش كهرباء يزوره ولكن طلب أن يزوره وأنا أعتقد أن كهرباء كمان هيروح يزوره كمان خلال الفترة اللي جاي ولكن زين بقول كده لأنه الموضوع في غاية الأهمية وزين بقول كده أنه يعني الدنيا مهم أن نحن نبقى شايفين الأمور بشكل واضح بتفاصيل كاملة هي قضية قضية مهمة واخد حيث كبير جدا من الاهتمام للرأي العام وزين بقول كده هذي دايما بتكون يعني كل واحد لازم نبقى شايفين الحكاية وزين بقول كده بتبقى حوادث للأسف مؤسفة حوادث مؤسفة طبعا وزين بقول كده يعني لازم وانا يمكن نبهت كتير قوي 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 بخلي بالنا من السرعات نبهت كتير قوي وقلنا يا جماعة نخلي بالنا هنا أنا بتكلم بشكل عام لازم ناخد بالنا مش بتكلم على فتوح ولا غير بتكلم دلوقتي بشكل عام لازم ناخد بالنا من السرعات ولكن طبعا النهاردة زي ما نشوف هذه المحكمة وهذه المحكمة لأحمد فتوح هنا موضوع القضاء والتقاضي والإجراءات القانونية ليس لها علاقة بأحد نتكلم على جريمة والنيابة حققت كل واحد بياخد حقه تحقيقات تسير في إجراءاتها والتقاضي بيسير بكامل الإجراءات الكاملة زي ما نقول كده شكل واضح له حق يبقى معاه دفاع أسرة المجنى عليه لهم حق يكون معاهم حق بالدفاع الحق المدني وكل واحد زي ما بقول كده حق التقاضي مكفول للجميع وهذه قضية يعني متبعتها عشان على الأقل تبقى الرأي العام بيتابع هذا الأمر بشكل كامل أسرح تبقى الرأي العام